موسيقى أهلا أحبانا مشاهدين في كل مكان برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح له كل المجد وأيضا سلام ونعمة المسيح مع جميعكم العالم المسيح عم بيحتفل هذا الشهر هذا الأسبوع وكل الشهر القادم بنحتفل في أسبوع الألام ولكن هاي الفترة حتكون شهر كامل سواء الاحتفال الغربي حتى نصل إلى أول أسبوع من أيار مايو الاحتفال الشرقي وهذا طبعا بيذكرني هيك في موضوع ألام وصلب وقيامة يسوع المسيح واترقبوا البرامج نور لجميع الأمم سواء عبر الفضائيات أو الفيسبوك الصفحة رح تشوفوا كتير من التعليم عن هذا الأسبوع وعلى صفحتنا على الفيسبوك رح تشوفوا كده حلقة اللي بتتكلم عن هذا الأسبوع الأخير من حياة يسوع المسيح ولكن الحلقة اليوم في غاية الأهمية وهي عبارة عن سؤال لماذا يقاوم الصليب يعني ما زال فكرة الصليب مقاوم عن بقومها مرفوضة يجهلونها لا يعرفونها طبعا أقصد ليس فقط المسلمين ولكن العديد من المسيحيين نجهل إيماننا المسيحي وأهمية هذا الإيمان المتعلق أو المتمحور حول فداء المسيح أي صلب وقيامة يسوع المسيح وهذا اندل على شيء بالدل أنه جاء الكلمة صار جسدا حتى يكمل عمل الفداء ويقوم بهذا العمل من أجلك ومن أجلي حتى من أيام المسيح إلى يومنا هذا كثير ناس عم بتقاوم كثير ناس عم ترفض وكثير ناس لا تستسيغ فكرة الصليب فلماذا يقاوم؟ وهذا حديثي في هذه الحلقة إذا عندك أي سؤال أو استفسار يمكنك التواصل معنا ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير أهلا أعزائنا مشاهدينا في هذه الحلقة موضوعنا لماذا يقاوم الصليب وأنتم تشاهدون هذه الحلقة بث مباشر على القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية وأصلي أن تكون بركة لحياتك مثل ما ذكرت ما زال العديد من الناس يقاوم فكرة الصليب والعديد أو الكثير من الناس لا تستسيغ أن يسوع المسيح ابن الله أن يعلق على الصليب فيحاولوا كأنه عم بينقزوا الموقف أو في بعض الأحيان يحاول أن يوبخون على فكرة أنه لماذا نؤمن بصلب المسيح وهذا أحبائي ليس جديدا فاليونانيون سخروا واستهزأوا من هذه الفكرة في آية 22 كورونتس الأولى لصحاح الأول مكتوب لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهلة فالكتاب المقدس لا يحاول أن يعالج الموضوع بشكل منطقي ولكن بكل بساطة أنه حتى الفلسفة اليونانية التي تعتمد على الآلهة اليونانية لا يصدقون أن إله يمكن أن يتجسد وأن يصلب لأن الآلهة عندهم مشاكلهم على جبل أوليمبوس أو أفكارهم أو حياتهم إلى آخره فبالنسبة لليوناني هذا الموضوع جهالة بالنسبة لليهود وما زالوا يطلبون آية فيقول يعني لليونانيين جهالة لليهود آية يسألون آية فنكرز بالمسيح لليهود عثرة لأن هذا الشيء يعثر اليهود ومن ناحية أخرى نكرز بالمسيح لغير اليهود لأنه لا يفهم فكرة الصليب ويعتبر جهالة ولكن الكتاب المقدس يقول فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله وفي الإصاحة التاني أحبائي مكتوب التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد فإذن أحبائي الموضوع كان حكمي وكان سر ولكن أعلن من خلال مجيء الرب يسوع المسيح وطبعا من البداية حتى لما جاء الملاك وبشر المطوبة القديسة مريم العذراء قال يدعى اسمه يسوع من كلمة يشوع في اللغة العبرية أي يهوى يخلص أي يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم واحدة من الآيات الأولى اللي بتتكلم عن هذا الموضوع ونرى جمال وقوة هذا الموضوع هي نبوة شخص كان يتردد على الهيكل واسمه سمعان الشيخ وقال للمطوبة مريم هأن هذا الطفل يسوع يعني كان بعده بيبي في اليوم الثامن أو يعني هأن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل ولعلامة تقاوم يعني لما أجو يقدم يسوع المسيح في الهيكل هذه كانت النبوة رح تكون علامة تقاوم بعدين حكى عبارة كثير كثير مهمة لمريم وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف واحد من أجمل التعبير اللي بروح على كنيسة القيامة في القدس اليوم لما بتدخل من الباب الرئيسي أمامك في ما يسمى الكفن المقدس وعلى إيدك اليمين في درجات سلم بيطلع لفوق المنطقة تسمى الجلجسة أو الجلجلة عبارة عن جمجمة وهناك بتشوف موضع الصليب وين وضعوا الصليب في تلك البقعة ولكن الشيء اللي مذهل إنه بحال ما تفوت على اليمين في هيك صورة جميلة جدا للمطوبة مريم وفي سيف داخل في نفسها ودموع عم تنزل من عينيها بصراحة الفنان كان في روعة الفن والجمال لأنه من أي ناحية بتنظر إلها بتشوف هذا السيف وبتشوف دموع العضرة وبذكرنا في نبوة سمعان الشيخ فإذن من البداية معروف إنه يسوع المسيح تجسد وهذا هو سر التجسد سر محبة الله العجيب سر الفداء وهذا السر أحبائي إنه المسيح لابد أن يموت على الصليب وأعلن بطرق مختلفة طبعا في نبوات عديدة في العهد القديم وفي رموز كثيرة في العهد القديم والمسيح نفسه تنبأ في العهد الجديد وأيضا اتكلم برموز كثيرة في العهد الجديد منها كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان أو عندما قال يحن المعمدان هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم أو عندما قال يسوع أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف بيتكلم عن الذبيحة أيضا أو عندما قال الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير وهكذا رموز كثيرة ونبوات كثيرة وأقوال كثيرة قالها يسوع بنفسه عن نفس الغرض جاء يسوع ليتمم الغرض والمشيئة الإلهية أن يقوم بعمل الخلاص الكامل كابن الإنسان الكامل بدون خطية لكي يكون الأضحية حمل الله الذي لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين طبعا اليوم ولسيما أحبائنا المسلمين يرفضون فكرة الصلب رفضا قاطعا وأنا أوافق معاك على رفضك لأن حقيقة هذا يتطلب إعلان وعمل روح الله القدوس في داخلك إذا لم يعمل روح الله في داخلك طبعا لا تستسيغ ومش رح تفهم أو تدرك الغرض الإلهي من موت يسوع المسيح على الصليب ولكن من ناحية تانية اللي اختبروا الخلاص وأقصد ملايين المسلمين وملايين لأن الكنيسة ما زالت أسرع نمو في العالم هو نمو الكنيسة أنا أتكلم عن الكراز والتبشير ولا أتكلم عن التناسل الطبيعي الكرازة وهذه الكرازة هي نكرز بالمسيح مصلوبا كما قرأت على حضراتكم فلا أعتب على المسلم لأن هذا الموضوع أصلا ما كانش مفهوم من العديد من التلاميذ في أيام المسيح ولكن من ناحية أخرى أعتب على ناس اللي مش عاوزة تبحث على الناس اللي بتحكم بدون أي فحص اللي مجرد بتردد آية أو عبارة وتكرر 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 بدون أن يتعب نفسه ليفحص ما هو السبب ولكن الملايين من المسلمين الذين آمنوا هم أكبر مدافعون عن فكرة صلب يسوع المسيح وهنا أحبائي لا يسعني أن أقول يعني لكل أحبائي اللي بيسمعوني ولسيما أحبائي المسلمين وأقولها بكل محبة طبعا وبكل احترام من تصدق هل تصدق آية واحدة تقول وما صلبوه أو وما قتلوه وما صلبوه آية واحدة حتى التفسير بتاعها مختلف عليه بعدة أراء ولكن هذا ليس موضوعي في هذه الحلقة وهذه الآية أتت بعد أو كتبت بعد أكثر من ستمائة سن البعض يعتقد بالسابع أو القرن التامن ميلادي أي بعد سبع أو تمن قرون من الزمن بدون أي شاهد بدون أي شهود فالسؤال من تصدق آية بدون أي شهود بعد الحدث بأكثر من ستمائة سبعمائة سنة أم تصدق الشهود وآلاف الشهود والأدلة وكل أنواع الأدلة سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد فمن تصدق وهنا أدعوك للفحص لأن هذا الأمر مصيري يتعلق بحياتك الأبدية لأن الكتاب المقدس يقول بكل وضوح لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليهلك أنفس أو ليهلك العالم بل ليخلص العالم فإذن ليخلص العالم بيسوع المسيح وهذا الخلاص هو عبارة عن طريق اللي أعده الله مبادرة إلهية لأنه لا الشريعة ولا النموس ولا البر الذاتي ولا الذبائح ولا أنك تحاول ترضى الله بأعمالك وتقواك زبطت لأنه أكثر الشعب كان بيتطقي هو الشعب العهد القديم أتريد أن تقنعني اليوم أنه في حد بيتطقي أكثر من الشعب القديم ومع كل هذا يقول الكتاب المقدس إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد ويقول الكتاب المقدس لأن أجرة الخطية هي موت وأما هبط الله فهي حياء أبدية بالمسيح يسوع ربنا فإذن يعني مع المسلم أريد أن أقول أنه حتى كثير من تلميذ المسيح لم يوافقوا ولم يستسيغوا فكرة الصلب ولكن مثل البرجع بكرر أعتب على شخص بكرر آية بدون ما أنه يفحص للتفسير ولا الكتاب المقدس ولا يعرف عن الموضوع ولا حتى يسأل ليه بتآمنه في هذا الموضوع بل يقاوم عن جهالة وعن عدم عدم فهم وعلى فكرة يعني إذا هذا الأمر بشجعك أنه حتى من تلميذ المسيح لم يفهموا فكرة الصليب وعلى فكرة إذا هذا الشيء بريحك حتى من تلميذ المسيح قاوموا فكرة صلب المسيح ورح أتكلم عن بعض الأمثلة خليني أتكلم عن بعض الأمثلة عن أشخاص قاوموا فكرة الصليب في الكتاب المقدس خليني أخذ واحد من أعظم تلميذ المسيح وهو بوتروس الرسول اللي كان أقرب تلميذ ليسوع المسيح هو ويحنى الذي قال أعظم الإعلانات عن يسوع المسيح واحد من أعظم الإعلانات في قيصرية فليبوس قال أنت هو المسيح ابن الله الحي أجاب يسوع وقال له طوبة لك يا سمعان بن يونة إن لحما ودما لم يعلن لك ولكن أبي الذي في السموات وأنا أقول لك أيضا أنت بوتروس وعلى هذه الصخر أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وأعطيك مفاتيح الملكوت بعد كل هذا المديح والطوبة والتهنئة على أعظم إعلان قدموا بوتروس الرسول في قيصرية فليبوس ولأول مرة مع أنه تكلم برموز المسيح وتكلم عنه عن غرض مجيء ولكن لأول مرة يعني بيحكيها من الآخر أنه أنا الغرض من مجيئي قالها في قيصرية فليبوس اتكلم أنه ابن الإنسان رايح لأورشاليم رح يسلم إلى رؤساء الكهنة رح يتقلم رح يصلب رح يقتل وفي اليوم التالت يقوم كنا نظن بعد هذا الإعلان العظيم اللي هنأ المسيح فيه بوتروس الرسول ولكن للأسف كان الرسول بوتروس يعتبر من أول حزب المعارضة المعارضة يعني كان من حزب المعارضين على موت يسوع المسيح على الصليب وقال له حاشاك طبعا القصة موجودة في بشارة متى الإصحاح السادس عشر وماذا كان رد يسوع المسيح كان رد صادم قال لبوتروس اذهب عني يا شيطان لأنك لا تهتم بما لله تهتم بما للناس تخيل اللي قال أنت هو المسيح ابن الله الحي قال له يسوع اذهب عني يا شيطان لم يدرك فالمسيح لم يساوم لا يا بوتروس انت فهمان غلط أنا جاي من أجل هذا الغرض مجرد أنه يعترض على ما قاله يسوع المسيح كان رد المسيح بدون أي اعتذار كما كان يرد على رجال الدين اليهود ولكن هنا الرد على واحد من أقرب التلاميذ على بوتروس الرسول قال له اذهب عني يا شيطان فإذن بالنسبة ليسوع المسيح مع كل احترام لكل من يشاهد فالذي ينكر صليب المسيح وكأن المسيح يقول له ابعد عني يا شيطان لأنه هو من أعداء الصليب ويوافق مع فكرة الشيطان الذي يقاوم فكرة الفداء وفكرة الخلاص بواسطة يسوع المسيح ثم مش بس في هذه المناسبة حتى في بستان جتسماني في أصعب الظروف كان المسيح يصلي كإنسان وكان العرق يعني واحد من أحب الأماكن لي أنا شخصيا بحب مكانين بحب مكان العزة على الجبل جبل التطويبات في بحير الطبرية في الشمال من أحب الأماكن لي والمكان التاني هو في أورشليم في هذا البستان شجر الزيتون تأخذك وتشوف الصخرة وين المسيح بكى ونزل عرق قطرات دم وقال يا أبتاه إن أمكن فلتجز عني هذه الكأس وفي هذه الحالة وهو مع التلاميذ في بستان جتسماني جاء جند الرومان جاء جند الهيكل وجاءوا مع يهودا الإسخريوطي وهناك قال بطرس للمسيح أنضرب وفعلا استل السيف وضرب وقطع أذن أو شحمة أذن عبد رئيس الكهنة لكن قال يسوع اسمع الكلام اسمع قال يسوع لبطرس بعد طبعا ما استل السيف وقطع أذن عبد رئيس الكهنة وبسميه اسمه ملخص ومع إنه المسيح شف أيضا دان وإذنه فقال يسوع اسمع ما قال يسوع أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيشا من الملائكة ولكن اسمع ما قال أيضا فكيف تكمل الكتب أنه هكذا ينبغي أن يكون بشارة متى إصحاح 26 إذا ملاك واحد قتل 185 ألف جندي من جيش سنحريب فكم بالحر 12 جيشا يعني هون بيتكلم عن الجيش يعني كل جيش مش أقل من 12 ألف بحسب الفكرة اليونانية اللغة الأصلية فاتخيل الملايين شو ممكن ممكن ملاك واحد ببيت كل الأرض هو يعني لو عاوز يا بطرس أنا ممكن أطلب جيش كامل يدافع عني بل بالعكس وبخ بطرس قال له رد سيفك إلى غمده لأن الذين يأخذون بالسيف بالسيف أيضا يهلكون هذه ليست رسالة المسيح جاء المسيح ليموت على الصليب والأغرب من هذا يعني بدك تسمع كمان شيء غريب عجيب في شخصية بطرس إنه بطرس مع يحنى ويعقوب كانوا مع الرب كانوا على جبل التجلي جبل التجلي الجبل المقدس وبطرس نفسه اللي شاف النبي موسى والنبي إليا أعظم نبي اللي أعطى الشريعة أو أعظم نبي اللي يمثل الأنبياء وحتى هو اللي اقترح على يسوع فلنصنع ثلاث مظال لك واحدة ولموسى واحدة ولإليا واحدة ثم سمع الصوت هذا هو ابني الحبيب يعني مفيش لا موسى ولا إليا أمام يسوع المسيح وكمان مش بس هي سمع تشجيع إليا وموسى للمسيح أنه سيذهب إلى أرشليم لكي يكمل هذا الموضوع عند خروجه يعني بيتكلم عن صلب يسوع المسيح وتمجيد يسوع المسيح وبعد هذا الاختبار مازال برضه في جبل أو في بستانجة سيماني عاوز يدافع عن يسوع عاوز يمنع فكرة الصليب ولكن حتى لنظلم بطرس أنه بطرس أصبح أكبر مدافع عن الصليب عندما امتلأ من الروح القدس في يوم الخمسين وقف أمام يعني الجماهير في منطقة الهيكل وقال أنتم بأيدي أثمة صلبتموه ولكن الله أقامه من الأموات ونحن شهود لذلك إن بطرس الذي قاوم فكرة الصليب هو نفسه اللي افتخر بالصليب ووعز رسالة الصليب لليهود اللي كانوا في يوم الخمسين خليني آجي مش بس لبطرس حتى التلاميذ تلاميذ يسوع المسيح مكتوب عندما تكلم المسيح عن موته مكتوب فحازنوا جدا موضوع الصلب نو 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 مش لقلك يا رب يسوع فحازنوا جدا في بشارة متأ صحاح 17 والأغرب دك تسمع هو مش بس المسلم بيتشكك حتى اللي كان مع المسيح التلاميذ مكتوب حتى بعد القيامة ولكن بعضهم شكوا لأنه شاف المسيح على الصليب وشافوه مقام من الأموات يعني الدنيا أو الموضوع مش ظابط معهم في بشارة مزقص صحاح 16 مكتوب ووبخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم لأنهم لم يصدقوا الذي نظروه قد قام يعني هذا طبعا تصديق لفكرة الصلب ولكن كونه نحي أمامهم ما زال الأمر يعني مش مش عالق مش ظابط في أذهانهم كانوا بيحتاجوا إلى عملية فتح الذهن كما مكتوب في لوقة 24 فتح أذهانهم ليفهموا الكتب أما كان ينبغي أن يتألم المسيح ويدخل مجده فاتكلم عن هذا الموضوع وفهم التلاميذ شيء آخر تلميذي عمواس كانوا تلاميذ المسيح على الأرجح من السبعين مش من الإطنعش وفي بشارة لوقة أصحاح 24 الرب يسوع هني تركوا أرشليين بعد حتى ما سمعوا من النساء أن المسيح ظهر ظهر للنسوة ورجعوا إلى منطقة عمواس يعني حوالي 11 كيلو متر مسافة قالوا ليسوع اللي كان بيمشي معاهم يعني ظهر لهم ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل كانوا فكرة الصليب خلاص يعني انتهت كل شيء شخصية عظيمة جدا ما تشهيد هيك يعني في نظرهم ما تشهيد وكمان عم بيحكوا ليسوع اللي ظهر لهم يعني ومع هذا بعض النساء حيرننا يعني قالوا أنه شفوه أنه حي فبدل ما يرجعوا كان عندهم حزن وكآبة وكأنه كل شيء انتهى في حياتهم شخصية أخرى وعلى فكرة هذه واحدة كل اللي أنا بتكلمه هي دلاء العظيمة جدا على صلب يسوع المسيح خلينا أتكلم عن شخصية توما توما كان واحد من التلاميذ من التلاميذ الاثنية عشر كان شخص عقلاني يعني لازم إذا ما بيشوف الإشي بعينه مش ترايح يصدق وإحنا منحترم شخصيات اللي إحنا منقول دائما مبنية على فاكتس على حقائق ولكن في حقيقة أخرى أنه الإيمان أو المنطق هو على طبق الإيمان المفروض يكون لأنه يسند موضوع الإيمان فالإيمان ليس شيء أعمى بل هو دليل بعمل وبرهان الروح القدس قالوا التلاميذ الرب يسوع ظهر للتلاميذ في العلية لما رجع توما قالوا لتوما قد رأينا الرب فقال لهم إن لاحظ اسمع الكلام بشكل واضح إن لم أبصر في يديه في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير يعني يحط إصبعه جوه وأضع يدي في جنبه يعني عندي منطقة القلب أحط إصبعي جوه لا أؤمن والحقيقة هنا أحباء أنا بحترم موضوع توما واحد من أقوى الأدلة على موضوع صلب ولهوت يسوع المسيح الحقيقة هنا إنه نرى واحدة من أعظم الشهادات للصدق صلب المسيح قال لا يعني عاوز يحط أصبعه في وين في إثر المسامير يعني في إيديه وفي رجليه وفي جنبه وهذا بدل على شيء بدل إنه حقيقة تصمر حقيقة تصلب وحقيقة طعن بالحرب وهو على الصليب وهذا بشهادة شاهد عيان كما ابتديت في الحديث إنه أي شيء بدون شهود فإذن هي الفكرة مرفوضة حتى في أي محكمة اليوم لازم يكون مسنودة على الشهادات لكن في الأسبوع لبعده الأحد لبعده ظهر له يسوع في العلية مرة تانية مع التلميذ ولاحظ الكلام قال يعني بعد ما قاله يسوع طب تعال يا تومى تعال حط أصبعك قال تومى اسمع هذه العبارة ربي وإلهي ربي وإلهي وهذه من أعظم الشهادات كما ذكرت لصلب المسيح فداء المسيح وللهوت وربوبية يسوع المسيح أحبائي خليني أخد مكالمي رح أخد مكالمي أهلا وسهلا أخت نهال انت معانا على الهوى نهال انت معانا على الهوى أوكي فقدنا المكالمة خلينا أكمل عن أيضا أتكلم عن بولوس الرسول والشيء العجيب أنه هاي الشخصيات اللي بتكلم عنها كانت رافد فكرة الصلب زي أي مسلم كان رافد فكرة الصلب ولكن عندما امتلأوا من الروح القدس ولا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح تغيرت حياتهم وأصبحوا شهود لصلب وقيامة يسوع المسيح شهادة بولوس الرسول وهنا أحباقي لاحظ يعني هذه الشهادة تعتبر واحدة من أعظم الشهادات ليه احنا متكلم عن واحد كان اسمه شاول الترصوصي شاول كان فريسي كان متزمت كان متعصب جدا ولاحظ بكلماته هو قال إني كنت أطهد كنيسة الله بإفراط وأطلفها في غلاطي الإصحاح الأول في موضع آخر قال كنت مجدفا شو شو يعني مجدفا يعني لا يؤمن بالمسيح فبالنسبة لبولوس أو شاول في جماعة اسم جماعة المسيحيين يؤمنون أن يسوع المسيح هو الله ولكن بالنسبة له الأغرب أن الله الذي اتخذ جسد مات على الصليب بالنسبة لعقلية شاول الترصوصي أن هذا ملعون لأنه ملعون كل من علق على خشبة بحسب سفر التثنية فإذن بولوس الرسول عم بحارب جماعة المسيحيين اللي فكرهم جماعة بدعة يؤمنون بالمسيح هو الله يؤمنون أن المسيح مات على الصليب والأعجب من هذا يؤمنون أن المسيح قام من الأموات وأنه حي وأنه ظهر للتلاميذ وأنه بيعمل من خلال الكنيسة وطبعا كان عنده حقد كان عنده كراهية كان مجدف يعني كان ناكر لهذا الموضوع ناكر للفكرة من أساسها ولكن عندما تقابل مع يسوع المسيح يعتبر واحد من أعظم الكتاب الوحي في العهد الجديد اللي كتب يعني بإسهاب عن صلب وموت وقيامة يسوع المسيح أكثر ما كتب هو أو ما كتب هو عن الصليب ومش بس حتى اللي بيخدموا معاه برسالة فليبي إصحاح ثلاثة في تلاميذ كانوا معاه يؤمنون بالمسيح وكانوا بيخدموا الرب معاه ولكن لسبب ما تركوا المسيح سماهم لاحظ هذا التعبير أعداء الصليب فإذن كل من لا يؤمن بيسوع المسيح فهو عدو للمسيح خلينا أقول بسرعة أحبائي للأسف رؤساء الكهنة الفاسدين رجال الدين هذه شهادة من الأعداء هم الذين صلبوا يسوع المسيح هم الذين زيفوا المحاكمة وهم اللي ورطوا بيلاتوس في الحكم وهم وهم أحبائي يعني شيء مشين وعار عار حتى مش بسئلنا حتى بالفكر اليهودي بحسب التلمود اليهودي عن عائلة حنان وعائلة قيافة هنا شهادة من الأعداء لاحظ يسخرون به قائلين خلص آخرين فليخلص نفسه إن كان هو المسيح مختار الله لوقة 23 في رسالة مرقص إصحاح 15 مكتوب نفس العبارات قال لنرى ونؤمن يعني بيقصده ينزل عن الصليب خلينا نشوف بعينينا ورح نؤمن طب ما إنت شفته إقامة ألي عازر وإنت عارفين إنه جبت شهود زور وإنت كذبته زيفته وحرفته وعم بتقوله اللي ينزل فنؤمن يا للعار يا للعار هؤلاء رجال الدين أحبائي ثم ماذا أقول عن بيلاتوس وهيرودوس هيرودوس أنتيباس اللي احتقروا يسوع واللي صلبوا يسوع المسيح زي ما ذكرت هذا ليس جديدا فسيظل المقاومون مقاومون لصليب المسيح إلى مجيء المسيح ثانية خليني أخد هذه المكالمة مرة أخرى أهلا وسهلا أخت نهال انت معانا على الهوى سلام ونعمة يا حضرة الأسيس نزار سلام ونعمة المسيح معك أهلا وسهلا أهلا بحضرتك كل سنة وكل المشاهدين الغليين على قلب الرب طيبين بمناسبة أحلى عيد عيد قيامة الرب يسوع لكل المجد اللي بموته أعطانا حياة وبقيامته صار لنا نصر على الخطيئة وعلشان وقت البرنامج أنا عايزة أجاوب على سؤال حضرتك حطيته في البرنامج لماذا يقاوم الصليب أجاوب بنقطتين لأن حضرتك وفيت وكفيت أول حاجة لازم نعترف أنه لو كان هذا الصليب شيئا عاديا لم يكن يقابل بهذه المقاومة لكن لأن الصليب هو المحك الرئيسي أو مربط الفرس لفداء الإنسان وخلاصه من العقاب الأبدي وهو النار فلذلك يجب أن يقاوم من إبليس لأن عدوه الخير كان ملاك بس ساقط سقط عارف وفاهم تماما أنه الله أعد هذه النار لي والملائكته وعلشان كده هو عايز يبزل قصارة جهده عشان ياخد أكبر قدر من الناس معاه لهذا المصير الأبدي المليء بالعزاب تاني نقطة لازم نعرف أن موضوع الصليب عند بعض الناس المقاومين غير مستساغ آه غير مقبول آه غير منطقي آه يعني اللي عايزين نوصله النهاردة أنه ممكن يكون هذا يعني الصليب فوق العقل لكنه حتما ليس ضد العقل هتقول لي أيعقل أن الله يموت هقول للحضرتك الله لا يموت لكن الله في نفس الوقت لا يقدر أن يغير كلامه لأن حضرتك وإنت راجل بتقول كلمة لا ترجع فيها فكم وكم الإله العظيم الذي قال من البداية أن أقرة الخطيئة هي موت فهل يقدر أن يأتي عليه وقت ويقول لا خلاص أنا غيرت القانون بتاعي حاشة طبعا هو يؤكد أن أقرته قابل خطيئة هي الموت ولذلك حتما عليه أن يوجد حلا والحل ينبغي أن يكون من إنسان بس بلا خطيئة والوحيد الذي بلا خطيئة في رأي جميع الأديان هو الرب يسوع أو عيسى بن مريم بلغة القرآن لذلك هذا ليس تعصبا مننا أن نقول ليس بأحد غيره القلاص لأنه هو الطريق الوحيد وأحط تحت الوحيد مليون قط الذي وضعه الله للخلاص وآخر حاجة أختم بها كلامي هي نصيحة لإخواتي اللي بيسمعوني ولسه متعسرين في قبول الصليب من فضلك كلمه هو اركع على رجليك وقول له يا رب أنا عايز أعرف الإله الحقيقي لأنه مع احترامي بكل رجال الدين قصاوسة أو شيوخ ما فيش حد هينفعك في اليوم الأخير أنا هقف وحضرتك هتقف بمفردك أمام الديان العادل وإحنا كمان في عصر التكنولوجيا المليئ بالمعلومات بمجرد ضغط الزر فأنا وأنتم بلا عذر فمن فضلك ما تضيعش الوقت يا أخويا المشاهد ولأنه إله حي يعني بيسمع وبيتكلم فأنا أؤكد لك إنك لو كنت مخلص في معرفة الحق حتما وأكيدا سيجاوبك ولما تسمع صوته ما تأجلش قرارك في قبول الصليب لأن الوقت بيمر والعمر غير مضمون فإذا كانت أقرة الخطيئة هي موت الخبر الصار اللي تكملت الآية دي إنه هبت أو عطية الله هي الحياة الأبدية وده كله بسبب محبته العظيمة اللي ظهرها على الصليب على فكرة مش للمسيحيين فقط لكن للعالم كله وأنت وأنت من ضمن هذا العالم هل تقبل هذه المحبة؟ والرب يبارك آمين آمين شكرا شكرا جزيلا أخت نهال فعلا ربنا يباركك وأنا أصلي وأكرر نفس الدعوة هل تقبل؟ هل تقبل؟ هل تصليت؟ لأنه حكت جملة كتير كتير مهم ما في حد رح يشفع لك فأنت مهم جدا أنك تعرف الحق وتعرفون الحق والحق يحرركم يلا شورك اليوم أنه تكون واحد مثل هؤلاء الملايين الملايين اللي صدقوا فكرة الصلب وراجعوا إلى يسوع المسيح وكما قالت أنه المسيح ومش للمسحيين أصلا كلمة مسيح اتعرفت بعدين بعد فترة زمنية كانت في أنطاكيا سوريا دعيوا مسحيين أولا في أنطاكيا ولكن كان مجيء المسيح لكل العالم إلك وإليه أعود بعد هذا الفاصل القصير أهلا أحبائنا مشاهدينا أن مازال العديد من الناس يقاومون فكرة الصليب الصليب هو الحل على فكرة هو الطريقة الوسيلة للعلاج الإلهي والعلاج ولسيما من سم الخطيئة حاول الإنسان بكل قوته بكل تقوى بكل إمكانياته أن يصل إلى الله ولكن النموس حكم علينا أننا خطى لأنه ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد ولو إنه المسيح بس مجرد عاش حياة كاملة أخلاقيات كاملة علم أجمل التعليم صنع أقوى المعجزات يعتبر يعني مثال وكمال لكل من يرى شخص المسيح هل هذا كافي أو مجرد شيء عادي أنك تآمن فيه ولكن بحال ما نبتدي نتكلم عن صلب المسيح وكأن الجحيم تفتح فاها وتقاوم فكرة الصليب فالصليب كما سمعنا هو ليس ضد العقل يعني ممكن آه صعب نستوعبه حتى اليوناني الفيلسوف اليوناني لم يفهم فكرة الصليب ولأنه عنده جهالة ولكن مش ضد العقل لأنه الإنسان اللي فعلا بيصلي من كل قلبه وبيطلب الرب من كل قلبه الرب راح ينير ويأتي إلى حياته فهذه الجزئية أحبائي خلينا يعني نفهم عدة حقائق أول شيء أحبائي أنه صلب المسيح مش شيء يعني شيء عابر واحد تظلم واتصلب لا 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 من بداية التكوين 3.15 إلى مجيء المسيح كل النبوات تتكلم عن مجيء المسيح لتتميم النبوات وفكرة الصليب حتى في مزمور 22 لدأود مكتوب ثقبوا يديا ورجليا طب اليهودي بيرجم إذا واحد مثلا جدف عقاب التجديف هو الرجم بالحجارة الموت بالرجم ولكن أنهم ثقبوا يعني فكرة التسمير فإذا هذا تتميم للنبوات شيء آخر أن المسيح نفسه طوعا واختيارا ذهب للصليب ولما صار الوقت كان يتكلم عن السيعة ثبت وجهه نحو أورشاليم لأنه هو الذي قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها وحتى على الصليب نكس الراس وأسلم الروح بسلطانه هو يعني ما فيش أي إنسان عليه هو اللي مات في الوقت المعين في الدقيقة المعينة لتتميم النبو المعينة بالزبط بحاذا فيرها ثم شيء مهم جدا وهذا يمكن أغلب المسلمين مننسى هذا الأمر الصليب عزيزي هو ليس النهاية الصليب هو بداية الخلاص ولكن أحباء كان الطريق الصليب كان الطريق لتحقيق مخطط الله للفداء لخلاص الجنس البشري لأنه مجد يوم الأحد يعني بعت ثلاثة أيام قادم لهي قيامة يسوع المسيح فنحن نؤمن أن المسيح حي هزم الموت صرع أهوال الجحيم فكر أن الشيطان قضى على المسيح بالصليب فالمسيحية لا تنادي فقط بالصليب تنادي بقيامة يسوع المسيح ولكن الصليب هو تتميم لعمل الفداء فيوم الأحد اليوم الأول قادم فهذا هو عمل الصليب ثم أحبائي الصليب يعتبر انتصار ليه لأن المسيح أكمل عمل الفداء بجدارة حتى وهو على الصليب رؤساء الدين والكل والجنود والناس طب انزل عن الصليب عشان نآمن فيك تخيل لو المسيح سمع لصوت الناس كان ما فيش إشي اسمه خلاص فإذن الصليب هو انتصار الصليب هو فضح مملكة الظلمة مكتوب وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب إذ جرد الرياسات والصلاطين أشهرهم جهارا جهارا ظافرا بهم فيه أي بعمل الصليب بقوة الصليب فإذن بموت المسيح على الصليب فضح ويعني نزع كل النايشين إن صح التعبير اللي كان بيفتخر حاطتها في جعبة الشيطان راح فضحها وجردها وصارت كلها في النور إذ أصبح الصليب موضوع ليس عار ولكن أصبح موضوع افتخر انتصر فهو أعظم الصليب أعظم إعلان لقوة الله ليه أعظم إعلان لأنه في الصليب نرى الاتضاع الإلهي والصليب يعني الصليب هو الحل الإلهي هذا كان الحل الإلهي وفي نفس الوقت كان العلاج الإلهي لخطية الإنسان هنا أحبائي أظهر المسيح التواضع لأنه تعاطف مع الإنسان الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلس أن يكون معادلا لله معادلا يعني مساويا واحد معاه في الجوهر والكيان في الطبيعة يعني لم يتغير الشيء الثابت في المسيح لم يتغير مع أنه صار إنسان والإنسان بيتغير الشكل الخارجي ولكن جوهره وطبيعته جوهر واحد استحالي أن يتغير فإذن الصليب أحبائي هو إعلان عن هذا التواضع معادلا أخلى نفسه آخدا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب وهنا أحبائي نرى التواضع بأجمل المعاني يعني المسيح مش بس يعني التجسد هو التواضع ولكن كونه أن يكون عبد وأن يموت على الصليب إنها عظمة التواضع قمة التواضع جمال التواضع نصرة التواضع فالمتواضع أحبائي يرفعه الله ثم أحبائي في الصليب نرى محبة الله ما في شيء إلا بتشوف محبة على الصليب محبة غير محدودة كما قال يسوع ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد النفس لأجل أحباء الذي أحبانا وقد غسلنا من خطايانا بدمه على الصليب نرى غفران الله الكامل الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال ينال باسمه غفران الخطايا فعلى الصليب أحبائي نرى غفران الله أيضا الغير محدود ثم على الصليب نرى عدالة وبر الله وهي العدالة أحبائي كل من يرفض لابد أن يدفع ثمن رفضه للصليب ونرى بر الله وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه نرى قوة الله للخلاص خلاص المسيح كما يقول الكتاب وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية وأنا إن ارتفعت أجذب الجميع إلي ثم أحبائي نرى قوة التطهير إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يطهرنا من كل خطية من كل إثم أحبائي على الصليب أزال اللعنة لعنة النموس افتدانا من لعنة النموس لأنه النموس حكم علينا بالموت إنه ما في ولا أي إنسان في هذا الوجود يعمل الصلاح اتصار لعنة لأجلنا حتى إيش نتبارك تحل علينا البركة الصليب أعطانا القوة أيضا أن نحتمل الآلام وهذا من شوف أحبائي إنه يسوع هو مثالنا فنحن نتمثل بيسوع المسيح ثم على الصليب دفع ثمن خطيانا ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطات مات المسيح لأجلنا الصليب في قوة الله وفي أيضا حكمة الله على فكرة الصليب أصبح علامة المسيحية أي علامة الخلاص حتى من بداية الكنيسة بتشوف على القبور على الكنائس على إلى يوم من هذا بتشوف كتير ناس تحط الصليب على إيدها إلى آخر بتشوف إشارة الصليب في كل مكان وفي معظم الكنائس دايما بتكرم عمل المسيح على الصليب من خلال إشارة الصليب فيؤكد إيماننا يعني هذه الإشارة يؤكد إيماننا بصلب المسيح يعني كل ما صلبنا أنا أؤمن أن المسيح تصلب من أجلي لأنه الصليب مثل ما ذكرت علامة المحبة محبة الله لنا من خلال المسيح ثم يؤكد إيماننا مش بس بالفداء يعني الكاتوليك بالإيد مفتوحة جراح المسيح الخمسة مش بس بالفداء ولكن بالثالوث هنا الأرتودوكس بالثالوث القدوس التالوث والطبيعتين الإنسانية والإلهية ومن خلال رسم إشارة الصليب لاحظ بتآمن في صلب وموت يسوع المسيح بتآمن في طبيع في هوية يسوع والطبيعتين الإلهية والإنسانية وتؤمن بالثالوث القدوس وهذا كله عن طريق الفداء وأريد أن أقول يعني رسم إشارة الصليب ممكن أول مرة بتسمعوها مني مهمة لإعلان هذه الحقيقة أنا مش بتكلم أنه ناس على الفاضي مليان عم بتصلب بدون أي قوة لأي فاعلية ولكن أنا بحب أكد إحنا بالذات الإيمان الشرقي اللي عشنا في الشرق الأوسط يريت أنه تكون جزء من صلواتنا اللي هي رسم إشارة الصليب اللي هي عبارة عن اعتراف بألام وموت يسوع وجراحاته وطبيعته الإلهية والإنسانية والثالوث كلها مرتبطة بإشارة الصليب يبتدي يكون جزء من حياتنا المسحي ومش غلط أنك ترسم إشارة الصليب ثم أحباء الصليب يرعب الشياطين تعرف أنت لما بتتكلم عن الصليب وهي شفتها في حالات إخراج الشياطين دايماً الشيطان يرتعب من فكرة الصليب من دم يسوع المسيح من قوة وسلطان يسوع المسيحية مسيحية بلا صليب ليست مسيحية الصليب أحباء ليست ضعف بل قوة لأنه برجع بكرر نلنا بركة المصالحة بركة الفداء بركة التجديد بركة الغفران بركة التبرير الدخول إلى محضر الله إذ لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع المسيح عبرانيين عشرة آية تسعة عش وبركات كثيرة وبركات منها نصبح أولاد وبنات للرب عندما نؤمن بالمسيح نصبح أيضا خليقة جديدة على فكرة الصليب بالنسبة لنا أصبح موضوع افتخارنا فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله نكرز بالمسيح مصلوبا كما قال بولوس لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا لست أستحب بإنجيل المسيح اللي هو موت وقيامة يسوع لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لليهود أولا ثم لليوناني لأن فيه معلن بر الله من إيمان لإيمان كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيى أو كما قال في غلاطية 6-14 وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم فإذن أحبائي نتعاطف مع المسيح ونحمل الصليب لأنه دعانا إلى إنكار الذات وحمل الصليب نصلب الذات ونحيا معه كما قال الرسول بولوس مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في فما أحياه الآن إنما أحياه بالإيمان إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي فإذن أحبائي مقاومة الصليب تعتبر جهالة ورفض الصليب هو رفض طريق الله مكتوب الذين فيهم إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح أنظر إلى يسوع المسيح المرسوم أمام عيونكم مصلوبا أحبائي نعم صلب يمكن بضعف وعار أصبح افتخار بالنسبة إلنا لأنه حصلنا على الخلاص رفضك للصليب رفضك للمسيح إيمانك بالمسيح هو إيمانك بطريق الله والربي بركك ترجمة نانسي قنقر